برضو احنا السنادي مع النادي الاهلي 20-22-23 هو موسم استثنائي استثنائي في كل حاجة النادي الاهلي السنادي بيصنع الفرحة لكل جماهير النادي الاهلي في كل الألعاب بنشوف ما شاء الله في بطولة ألعاب الصلاة النادي الاهلي محتكر ألعاب الصلاة السنادي لما بنتكلم بنقول 17 بطولة للنادي الاهلي مقابل 4 بطولات لنادي الزمالك المنافس التقليدي للنادي الاهلي شوف ما شاء الله الفرحة والسعادة شوف التتويجات شوفنا مبارح دوري سوبر السلة رجال اليوم اللي قابليه دوري سوبر السلة سيدات بنشوف الطائرة حتى طائرة النادي الأهل النز علىنا منها شوية هتلاقاها متساوية رجال مع نادي الزمالك الزمالك خد دوري وكاس النادي الأهل خد السوبر المصري من الزمالك وخد البطولة العربية شوف سيدات النادي الأهل بقى فتيات الذهب أيضا شوف اليد اليد لما النادي الأهلي أفل على نفسه النادي الأهلي بعنده منظومة محترمة في كرة اليد سواء سيدات أو رجال كمان النادي الأهلي محتكر كل البطولات في لعب السيدات والرجال شوفنا السوبر الأفريقي تتويج النادي الأهلي في صارة عبدالله الفيصل في نادي الأهلي الجزيرة وهو أمام نادي الزمالك شوفنا الأهلي وبياخد دوره وكاس من الزمالك بنشوف السيدات أيضا دي بطولة السلة سيدات دي البطولة الأخيرة بطولة دوري سوبر السلة وبنشوف لحظة الوفاء الكابتن محمود الخطيب وكل لعبات السلة وكل الجهاز الفني وهم بيقلدوا الكابتن محمود الخطيب المديليا الزهبية الدعم الكبير من مجلس إدارة النادي الأهلي كل أعضاء مجلس الإدارة برأس الكابتن محمود الخطيب ودي اللحظة والفرحة الحلوة لحظة شفناها بالمناسبة مش في ألعاب الصلاة بس علشان كده بقول لحضراتكم موسم استثنائي كمان في كرة القدم وبنشوف ألعاب الصلاة علشان هنا عايز أقول ووجه رسالة للناس اللي بتقول دايماً النادي الأهلي بيكسب بالحظ الحظ لما يكسب بطولة أو بطولتين لكن الحظ عمره ما بيجمع على بيصنع تاريخ النادي الأهلي احنا محظوظين آه لكن محظوظين بتوفير ربنا سبحانه وتعالى محظوظين ان احنا عندنا مجلس إدارة محترم مجلس إدارة قافل دايماً بيشوف الأخطاء وبيشتغل عليها وبيصحح دي دور يسوبر الرجال كان بالأمس بنشوف الأستاذ محمد مصلحي الشخصية المحترمة جداً وأيضاً بنبارك لنادي التحاد السكنداري على الأداء الرائع التحاد السكنداري واحد من الفرق الكبيرة والعريقة في كرة السلة لو باع كبير جداً علشان كده لما بيخسر بطولة بنقول له هارد لك وهي دي الرياضة بنشوف الكاتل محمود الخطيب وجنب الأستاذ محمد مصلحي رئيس الاتحاد السكنداري جنب الأستاذ مجد أبو فريخة رئيس الاتحاد العامل منظومة رائعة أكثر من رائعة في السلة هي دي الرياضة وهو ده الهدف من الرياضة الفائز بنقول له مبروك والخسرات بنقول له هارد لك وهي دي الرياضة وهي دي الروح الطيبة اللي دايماً بتكون موجودة من الأندية هو ده الشكل الحلو اللي احنا دايماً بنشوف عليه الأهل السنة دي في كل ألعاب الصلاة